طبعية بعد حالة الزعل اللي كانوا زعلانينها من تكسير الشوارع وعمل المترو خليني أراحها بسيادة اللواء طريق جويلي رئيس الهيئة قومية الأنفاء بساء الخير فان خير إزاك يا سيدة عزة باش مهندس مبروك مبروك الافتتاح الله يبارك حضرتك وأنا يعني باخد من كلام حضرتك وأنا بنعتذر بنقدم اعتذار عن كل الناس حسد أو شعر في ديء من نحن كل شغالين في المحطات أو في الشوارع لكن النهاردة فرشت الناس أنا بكلم حضرتك وأنا في محطة بولاء الدكتور فين؟ في داشور؟ في محطة بولاء الدكتور يا فن بولاء بولاء حلوة قوي قولي بقى المحطات دي حركب منين واروح فين وانزل أروح في يعني اللي اتفتح الخمس محطات دول يخدموا مين رايح فين وكم واطن تماما فن احنا بالنسبة للمحطات الجديدة اللي اتفتحت احنا بدأنا من محطة توفقية اللي هي بعد مباشرة بعد الكتاب وادي النيل جامعة الدول العربية اللي هي أمام مسجد مصطفى نحمود اي شارع جامعة الدول العربية نعم ومحطة بولاء الدكتور بتخدم منطقة سبتانية كبيرة جدا من منطقة بولاء الدكتور والوصول للمحطة النهائية اللي هي جامعة القاهرة عشان نربط مع القط التاني بمترو الأنفاء في محطة جامعة الدكتور تماما الكمس محطات الجديدة اللي اتفتحوا دول اه اه انا الحاجة اللي احنا لاحظناها النهاردة ان عدد الكاب اللي كانوا في محطة جامعة القاهرة كبير جدا وانا لما سألت الناس تلبة في القط واحنا جايين قالوا ان هما كانوا ينزلوا يركبوا العتبة يعني يغيروا من القط التاني للعتبة اي يكملوا للقط التاني دلوقتي خلاص هو اللي جاي من روكسي هيكمل في الخط التالت مباشرة لحد جامعة الدكتور يعني اللي رايح عفوا اللي رايح مصر الجديدة يركب من الخط من المحطة دي يروح مصر الجديد بالزبط كده واللي عايز من مصر الجديدة من روكسي ينزل منطقة المهانسين يركب الخط ده بالزبط كده الله بالزبط كده بالزبط كده فالخمس محطات الجداد اللي هما الحمد لله فتحناها من نارده الجمهور تشريل تجيب الجمهور الخمس محطات بيخدموا مناطق سكانية عالية جدا منطقة التوفيقية اللي فيها نادي الترسانة وشوارع المحيطة ديها ومحط السوادي النيل عند مسجد الحمدية الشاسلية ونادي المالك ناعم طبعا شارع جامعة الدول العربية شارع جامعة الدول العربية طبعا تعرف أكمل الكثافة اللي فيه منطقة الدولاء زي ما قولته وجامعة الداخل طيب في حاجة هنا عايزة ناشاك فيها بشمانس نوضحها للناس ناس تقولك إيه الله تم المحطات دي قريبة من بعض هم عاملين محطات كتير إليه في نفس المنطقة فاهم الناس آه لا إحنا فن المترو مترو الأنفاء اللي بينا المسافة بين المحطات يعني إحنا عندنا حدود قصوى إننا أعمل محطة علشان أخذ أكبر عدد من الترافير وأشغل القطار بشكل اقتصادي فالمسافة بين المحطات في النفقي لا تزيد عن 1200 متر فإحنا بنعمل المحطات كل كيلو ومتين طبعا سرقة القطار 70 كيلو فعشان كده بنوصل في زمن قليل جدا يعني أنا أنزل مصر الجديدة في قد إيه حضرتك تنزيل منين من جامعة القهرة من جامعة القهرة في قد إيه أو من المهندسين في قد إيه من المهندسين للأهرام أعتقد حوالي 20 محطة ممكن تاخد في بيوت 25 ياه تمام تمام ينفع نقول أسعار للناس آه طبعا يا فندم الأسعار تعرف ليه فندم تعرف ليه فندم بسألك كده أي فندم لأنه في ريحة قوي بعد ما الأخبار نزلت فببص على السوشيال كده لقيت الشعر الكبير العظيم الجميل الصديق أيضا جمال بخيت عمل إيه على صفحة وارونا صفحة أساس جمال بخيت يا جماعة الشعر الكبير آيل بعد افتتاح محطة للمترو بالقرب من مكتبي كررت أعمل اشتراك حتى لو حستخدمه نادرا تمام تمام بخيت الجمال بقى إحنا عايزين بقى كلنا نركب المتروات دي بقى لا لا يا فندم إحنا أولا الأسعار التذاكر عاجل تسع محطات بستة جنيه تسع محطات بستة جنيه تسع محطات بستة جنيه الستاشر محطة بثمانية جنيه ما شاء الله تلاتة وعشرين محطة بـ 12 جنيه ونهاية الخط اللي هو الـ 34 محطة بـ 15 جنيه طب هاي ده بياخدهم توك توك بزبط كده دائما بنقول لهم يعني الناس كدت يعني اشتكت فترة كده علشان نبع زودنا عشرة جنيه بالتذكرة وده يعني بعد غلاء المواد الكامل ومحابة خلينا نقول من له حق الاشتراك لأن أنا كمان قريت التفاعل اللي على صفحة جمال بخيت شعر جمال بخيت فلقيت الناس عملا تقول ايه طب والاشتراك قد ايه وفوق سن الستين بكام وتحت الستين بكام والطلبة بكام الاشتراك زروفوي هقول لحضرتك دلوقتي بالنسبة بالنسبة لفوق الستين فوق الستين بخمسين في المية لكن معمول اللي فوق السبعين مجانا ياخد مجانا يركب بيه اي خطوط تمام لا هتبقى فوس هتجنن ايه اه اللي فوق السبعين مجانا مجانا ياخد البطاقة ويروح فين بيروح احنا فيه عاملين مراكز في الاستخراج الاستخراج الاشتراكات فيه في العتبة مركز الاشتراكات ايه وفيه في محطة الاهرام دول وممكن بعد كده ابعت لحضرتك ابعت لحضرتك ممكن يتحط على الشريط اي الاماكن الاماكن اللي احنا بنوفرها يلا نعمل كده اه ابعت لحضرتك طب والطلبة ليه ومشتراك مخفض اه طبعا والطلبة ليه عشتراك مخفض شكرا وكنا فتحنا اماكن في الجامعات وخصوصا في محط في محط الصفاء حجازي اه في زمالك اربعة طليات لما فتحنا محط الصفاء حجازي عدد تجير جدا من الطلبة عمل تشتراكات وفتحنا لهم وفتحنا لهم يا فندم فتحنا لهم كمان المراكز استخراج الاستراكات من داخل كلية اه ايه ابعت لي الحاجات دي ابعت لي الحاجات دي بشمان تستار علشان اقولها للناس ونوضحها وبنشكركم على المجهود العظيم اللي انتو عاملينه في وقت قليل واتمنى ان كل الاسئلة اللي كانت بتدار على صفحات سوشيال ميديا بعد ما حط البوشت جمال بخيط انه اشتراكات عاملة ازاي وبكام وحنركب قد ايه وتاخد وقت قد ايه ده هتكون كل المعلومات وصلت لكم وكل التحية للسيد وزير النقل شكرك فاندو الله يفعل مشكل جدا شكرك شكرك فاندو شكرا شكرا